في غضون ذلك ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اجتماعا واسعا حضره الكادر المتقدم لوزارة النفط ودعا الزاملي خلال الاجتماع إلى الوقوف على أسباب أزمة شح الوقود الأخيرة ورفع أسعار بعض المنتجات النفطية وأكد الزاملي الاتفاق مع وزارة النفط أصحاب المحطات الأهلية على إعادة فتح المحطات أمام المواطنين معتبرا أن توقيت خلق هذه الأزمة وما سبقها من أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلد وتحديدا خلال الشهر الفضيل يعد استهدافا مباشرا للمواطنين وأدعا الزاملي الحكومة والأجهزة الأمنية تكاف إلى تجديد الرقابة على السيطرات الخارجية لمنع تهريب المشتقات النفطية بسبب فارق السعر فيما أكد الكادر المتقدم لوزارة النفط أن سبب الأزمة هو امتناع أصحاب المحطات الأهلية المشيدة عن سحب المنتج بعد التحول في الاحتساب من الطريقة القياسية إلى الطبيعية مؤكدا أن المحطات الحكومية تعمل بشكل طبيعي